دكتور إهاب الكومي عضو مجلس دارة اتحاد الكورة وأقول له هارد لك ومبروك على الجهد المبزول والشكل العام بالنسبة للمتخبنا الوطني في البطولة وحتى طبعا المباراة نائية وإن كان طبعا هي كرة القدم يا دكتور كده بسأخير على حضرتك بسأخير يا كده من فاروق وهارد لك زي ما أنت بتقول لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله مرانا وتقرانا بنقولها هي كرة القدم حينما تعطي أو لا تعطي لكن الحمد لله بقى عندنا منتخب قوة للغاية بقى عندنا جيل من اللاعبين نقدر نجمع عليهم خلال الفتح قادمة إن شاء الله جيل من الموغوبين اختبتنا أكثر من لاعب تقدر سيار السنة نقدر نجمع عليهم لسنوات عديدة قادمة إن شاء الله بإذن الله لمستعبن الكرة المصرية بقى عندنا أسماء زي ما أنت قلت فتوح وعبد المنعم الوينش بسم الله إن شاء الله البارح شوفنا عشور وهو أقدام واحد من أفضل لعب العالم ساد ومني طبعا مش عاوز أسيب حدث المتخب لكن أنا بقول لك تشكيلة الدفاع بالأمس الأول مرة تلعب مع بعضها في بطولة جيلة زايلية وفي نهائي وقدموا هذا بمستوى لا لا إحنا بقى عندنا بيل قادر إن شاء الله مع المدير فني أنا قلتها من راوة تقريبا معاتها فتن فاروق لكن لما أنا كنت موجود وشوفت الرجل بيشتغل إزاي لأ قلس كرس وفتن فاروق في حتى فني عاوز أقول لك إن رادل ده ممكن هكتن فاروق من 18 ساعة يكون شغال ما بيضطس شغل يطلع من التدريب يقعد بتحليل الفرق المختلفة مع تاتبته اللي موجودة معها لا جاهز على أعلى مستوى عنده إدراك عنده وعي عاوز يعمل حاجة للقرى المصرية وإن شاء الله بإذن الله نقدر نعمل ونقدر نوصل لكاس العالم بإذن الله معاه إن شاء الله الوصول الكاس العالم بقى إزاي يا دكتور أنا مش عايز أتكلم عن منتخب كتير في البطولة لأن صراحة في الآخر إحنا شفنا جهد مبزول ودي الحاجة الحلوة اللي في المصريين لما بيشوفوا جهد مبزول وإن أنت عملت اللي عليك يقول لك هارض لك يعني أنا شايف النهاردة الاستقبال حتى تعتبر استقبالك إنك كسبان وضع النظر يا دكتور بالفعل يعني النهاردة الشعب زي ما أنت بتقولي أصبح على يعني واعي بطولة عمر الشعب المصري يعني تكويل زي ما تقول بلغة الفورة بيثم قويس أو في الفورة فالنهاردة رغب مختارة في البطولة الناس كلها سأت منتخب القوم الناس كلها قالت شكرا للمنتخب مصر على الأداء شكرا إنه وصل بنا لأبعد مقطة البطولة وهو المباراة النهائية وفي النهاية كانت إرارة ربنا سبحانه وتعالي لكن شيء جميل أيضا فاتم تروح الجماهير المصرية اللي من هنا للكاميرون في أكثر من مباراة تروح وتسامك وتقفتها وتوقف معها وبالأمس كان إصرار مستاذ جمال علام بلس اتحاجه مع المستاذ خلط برمدالي سات اللي هو حيني واشهور في الذهاب للجماهير في البساطة اللي بتكون لهم رحوا هناك لغاية عندهم شكروهم قال لكم شكرا وإحنا مش حاكين نقول لكم إيه لك إنها كرة في القدم وبنوعاتكم إن شاء الله اللي احنا ننجح في كل ماء اللي دايما ننجح عشان ما يقدر نساعدكم في المرات القادمة والمناسبات القادمة وأول هتاس العالم ونكونوا موجودين في السرار فدي كانت مثالة من القائدنا عن الاتحاد وصول جماهير علام للجماهير المصرية اللي صاحبة اللي انتخذنا فيه جوندي وكل الشكر وكل التقدير بكل منساهم في وجود هذه الجماهير اللي كان لها صادق جبير جدا في حماس تعالين سواء كان حزب ومساعد الروطة وقائمين عليه أو بريزنتيشن فده اللي احنا محتاجينه مؤذف جمعيش في مناسبة وكمان عاوزة فيك حكتة بسيطة يعني بالامس ايضا تويت اتقامت الرئيس مباشرة بعد المباراة يعني نسحة الفزن نسحة الدمعة اللي خينت موجودة على وجوه اللعبين لا ألحبت المشاعر والأحسيس الكل أجمع عليك يعني الرئيس مباشرة يقول لهم شكرا يا ابطال انتوا رفعت اسم بلاد وعملتوا كل ما لديكم من جهد ومن طاقة عشان تقام اسم بلاد فاحنا موجودين معكم لنهاية والقادم يكون أفضل ان شاء الله فكل اعهد ان شاء الله على ان احنا نكونوا موجودين في كاسر عالمنا طيب خلينا كلمك يا دكتور كده يعني احنا بنتكلم في الكورة وحياتك طبعا يعني من الناس الجميلة كمان في كورة القدم كمان حياتك انت بتتكلم فيها احنا منتخب ده منتخب سنغال احنا اللي عبناها مبارح وشوفناها وعرفناها وبالتالي مباراتين اللي جايين صعبين جدا عملية التجهيز وعملية الشكل الفني بس عشان نبقى متوفقين يا دكتور مبارح احنا كنا مجهدين وده كان واضح ولكن برضو كان فيه جزء المهم بالنسبة لنا وهو جزء الهجومي وده كان ناقص احنا الفترة اللي جاية هل يتم التجهيز زي وهل هيبقى فيه جزء مختلف من وجهة نظرك مع كرشبا انتوا عطوا معايا انا اكيد فيه عملية الشكل الفني بالنسبة للمباراتين الجايين احنا يهمنا جدا المكسف في المباراة الاولى يهمنا جدا انك تعمل نتيجة جيدة عشان هتروح هناك الوضع لو مجنش جاية في مصر هيبقى مش جاية برضو هناك في السناغال خليني اقول لك اتمن فاروق يعني من المنسر كارلوس من الناس الوعية جدا جدا احنا قدرنا كالتحاد مصر وقرة القدم ومعنا ايضا ربطة الاندية للتجهيز الدوري بقية الاندية كل متطلبات الجاياز ان شاء الله من اجل اعداد المنتخد المباراة القدمتين حيتامي توفرها باالكان الناحة الفنية طبعا لا الاخر المتحدة المصر وقرة القدم ديها لكن الرجل على وععي جدا ومتطلبات تفقيته قادر حافظ ايده على المتطلبات وقلال المباراة القدمتين اللي حيتامي تعديله طبعا عاجهات ثامن على اعلى مستوى كان الجهاز المصري كالتنضية وكالتنشوئي طبعا الجامد الاجياب اللي موجود مع الجهاز متكامل ومتجالس وعلى طول خليت شغل شغالة خليت نحن شغالة على طول كل صغيرة وكل جبيرة بيدونوها وده اللي أنا شوف خلال معاشيتي معهم هناك لا في كل ملزايا المصرقة واعتقاد الاسيد ان هم عندهم رؤية كاملة للاحتاجات خلال المباراة القدمتين وبدأوا يشتغلوا عليهم من دلوقتي وده اللي حيتم عرضوا علي المتحاد احنا كجانب هنمثل كل متطلباتهم واحتاجاتهم عشان هل ممكن من ضمن المتطلبات دكتور انه ممكن يكون لان انا على ما اتذكر احنا المطشي 24 وفيه مثلا الاهل والزمالك وبيرميدز عندهم مباراة جند الافرخية اه افرخية 18 19 هل بقى بقيت اللاعبين انه مش موجودين في الاهل والزمالك هل ممكن يتم تجميعهم يتأجل لازم يكون متأكدين منه طبعا ما نقدرش نتكلم في اي شيء دلوقتي الا بعد عرض التقرير الخاص من مستر كارلس كوريش على الاتحاد بعد اجازه لحد المتايا يعني هو حيبدأ اجازة من عرض ان شاء الله حيثرته وحيقل على فوق مكتشرة حيثن مع عرض تقريره بالكامل واحدة اجازة طبعا ما نقدرش دلوقتي نقول هل رجل محتاج توقف الدوري هل رجل محتاج مباريات وضية هل رجل محتاج مثلا فترات محشلة يعني ده كله في ضعبته لم يفسع عنه بعد اول ما يفسع عنه طبعا هنعلنه بالكامل ان شاء الله لان كل هدف وواحد سواء اعلمين او جمهور عادي او اجهزة في الدولة كل الهدف لم يجمعين عليه وهو وصلنا ليه قطر 22 ان شاء الله وبإذن لازم اقول لك يا تبتم معانا مجيز نتمنى التوفيق